السلام عليكم ده الفيديو اللي وعدناكو بيه بمناسبة الانتروناشنل كوتشينج ويك هنجاوب على الاسئلة اللي وصلتنا كلها منكم انا كوتش نائلة وانا كوتش باتول من خيبر كوتشينج ومعانا في الدقائق الوليالة دي هنعرض كل الاسئلة بتاعتكو وكل الاجابات وان شاء الله تكون وافية لكل استفرحماتكو ناس كتير سألتنا يعني ايه خبر وبتقول لنا ما لقتوش هل الاسم ده اللي تحطوه طيب يا ترى احنا اخترناها ليه وهي يعني ايه خبر دي كلمة بالهيروغليفي اللي هو الجعران الفراعنة كانوا واخدين الجعران إله لأنه بيرمز للبعث بعد الموت والحقيقة انا اخدت الرمز ده علشان يمثل الكوتشينج موديل اللي انا عملته أثناء دراستي وبالتبعية بقى ده اسم الشركة بتاعتنا مكان خبر فين؟ خبر ملهاش مكتب احنا في الفترة الحالية قررنا ان احنا هنشتغل في مكتب احنا في الفترة دي قررنا ان احنا نشتغل من غير مكتب بنقابل الناس في المكان نقدر نتفع عليه نسبنا احنا الاتنين او ممكن استعادتنا تبقى على التليفون لو في مصر او برا مصر ممكن يبقى اونلين على سكايب او اي مثل تاني الكلاينج طيب اي طرق الدفع؟ عندنا كذا طريقة للدفع لو انت برا او جو مصر ممكن تدفع عن طريق البيتال والحوال البنكية او ممكن فودافون كاش كمان اسباشيلي لو انت في داخل مصر وده كمان لو احنا في الانلاين او في الكوتشنج اللي هو عن طريق التليفون لكن طبعا لو في كوتشنج فيس توفيس او وجن لوقت ده طبعا ممكن يبقى شخصية سوف كافت. ناس كتيرا تسالنا عن تفاصيل اكتر عنينة انا أنا كوتشنق القائلة انا سوف أفستمر من الاي سي اInsteremony بعديد وصد وصد من الاي سي اف الاخد所 ههستماdjets وانا برضو مؤخرا مخذت الاي سي ji Palm quella وأنا كوتش بطول من إنتملكت اصد Requ Greg و Leaders علم due تغطينا مواضيع كثيرة. إزاي خاكر بتضمن لي المحافظة على الأرائي وأسراري اللي تم بنقشتها في كل جلسة من الكوتشينج. قبل ما نبتدي جلسات الكوتشينج بتاعتنا بنصاين كوتشينج أجريمنت أو اتفاق للكوتشينج ده بيبقى فيه نوقات كتيرة جدا هي مع الكودوف إيكس بتاع الإي سي أف والأجريمنت ده بنمضي وكل واحد بيبقى عنده نسخة. ده بيضمن للكلاينت حقوقه. وطبعا لو الشخص ده بنبعت الكترونيك فرجن من الساينت أجريمنت. وكل واحد برضو بيبقى عنده نسخة. إيه كل المواضيع اللي ممكن يناقشها في جلسات الكوتشينج؟ إحنا طبعا الكوتشينج بيناقش مواضيع كتير. فدلوقتي بنقول لكم بعض الأمثلة فقط يعني اللي إحنا أكتر حاجات بنشوفها. زي مثلا علاقات شخصية أو علاقات في العمل. ممكن برضو حد يكون مر بأزمة نفسية نتيجة فقط شيء عزيز أو شخص عزيز مش عارف يطلع من الأزمة دي. برضو المساعدة على الحصول على الدكتوراه أو الماجستير عن طريق الالتزام بخطة معينة عشان يصل لهدفه وياخد الشهادة اللي هو عايزه. ترجمة نانسي قنقر موسيقى